الإعلام الرياضي في العالم العربي مهدد ثورة تكنولوجية قد تطيح الإعلاميين الرياضيين من مناصبهم الصحفية إلا أن الأوان لم يفد بعد الإضاءة على مستقبل وسائل الإعلام في ظل الثورة التكنولوجية أو ما سمي بالثورة الرابعة وطرح حلول لمشاكل هذا الإعلام هما الأبرز في مؤتمر مستقبل الإعلام الرياضي العربي في ضوء ثورة الإعلام الرقمي مؤتمر يهدف إلى دعم الإعلام الرياضي وتقديم نصائح قد تساهم في الحد من استنزاف الإعلاميين اليوم الإعلام الرياضي في لبنان وتاليا بالعالم العربي مهدد علينا عن جد أن نفكر كيف نتوجه بالإعلام بما يواكب العصر يعني أما أن نقبل ونتشائم ونقول انتهينا أم أنه لا هناك عصر جديد علينا أن نواكب هذا العصر نتعلم منه ونمشي بطريق جديد وزارة الشباب والرياضة اللبنانية منظمة المؤتمر أخذت على عاتقها النهضة بالجسم الصحفي الرياضي علها تنقذ ما تبقى منه المهم في هذا الموضوع أصلا ليست على عاتق وزارة الشباب والرياضة هي على عاتق وزارة الإعلام هي التي يجب أن تنظر أن الإعلام عموما والإعلام الرياضي خصوصا مهدد وزارة الإعلام يبدو في لبنان وفي البلدان العالم العربي غائبة أو مغيبة هل هذه الفكرة تنقذ الشباب؟ أنا أقول لك لا خلينا نبتدي مني أنا أو أنا من جيل معين من الإعلام الرياضي في لبنان نفكر كيف نطور أنفسنا كيف نغير كيف نتجه بمناحة تانية لا شك أن سوق الرياضة الإلكترونية والتسويق يتجه أكثر نحو وسائل التواصل الاجتماعي منصات تشهد ثورة جديدة على صعيد النقل المباشر للمباريات خطوة قد تساهم في الحد من ارتفاع أسعار النقل الرياضي ولما لا؟ زوال الحصرية ما نشهده اليوم من ثورة تكنولوجيا متطورة وكبيرة تؤكد بأنه لا بد من تلك المواكبة وإلا سيظل الإعلامي في محل خصوصا مع منح الاتحادات بدأت من حق البثل لبعض سائل التواصل الاجتماعي وقدنا رواجا كبيرا في هذا المقال ربما سيساهم في التخفيف من حدة التشفير أنا مع كرة قدم لكل البسطة والفقراء صحيح أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه في العالم العربي وبحسب المنظمين لن يكون الأخير إلا أن السؤال الأكبر يبقى إلى أي مدى سيستفيد الإعلام الرياضي من خطوات قد تبقى حبرا على ورق